اشتركوا في القناة في امثال سليمان بيقول انه خلاص البار يحتاج كمال الجهاد بتاعه اذا كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والمنافق اين يظهران وفي صفر اشعية بيبشر بقى الابرار بالسلام العظيم اللي هينالوه في المسيح وفي نفس الوقت بيحذر الاشرار من عدم التوبة وده النونة فجل افرحه مع ارشالي معيوده فيها لانه كده قال الرب هانا ده ادير اليها السلام كالنهر لكن في النها الجانب التاني هو اذا رب يأتي كالنهر ومركباته كعاصفة لينتقم بغضب لان الرب يدين الارض كلها في صفر ايوب بيورينا كمال الغفران بيؤدي الى كمال التعاوضات لما ايوب غفر لاصحابه نال تعاوض كامل من الرب يقول ورفع الرب ايوب جدا حين صلى لاجل اصحابه الثلالة واصفح عن اساءاتهم وضعف الرب لأيوب ضعف ما كان له قبلا وبرك الرب اخيرت ايوب اكثر من اوائله في مزمور باكر بيقول هللو الرب يأكل الارض سبحه هللو رتله طبعا هنا التهليل والترتيل والتسبيح لاجل الخلاص وعشان كده مزمور القداس بيكمل وجل الجبال تبتهج امام واجه الرب لانه اتل يدين الارض يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة فوقت الداينونة ده وقت فرح للابرار لكن وقت داينونة في نفس الوقت الاشرار في انجيل باكر بيورينا الناس اللي بتطور تدور على امتى الملكوت هيحصل امتى المجيء التاني امتى العالم هينتهي بيدور على ازمنة وعلامات معانا ربنا بيقول لا يأتي ملكوت الله بترقب وده ملكوت الله داخلكم واهم حاجة استعدادنا الملكوت بالتوبة عشان بيقول اذكر امرأة لوط من يطلب خلاص نفسه يهلكها ومن يهلكها يحييها وعشان كده البوليس بيحذر من شكلية الحياة المسيحية ودينونة الحياة الشكلية بوليسة تأتي في الام الاخير ازمنة صعبة لان الناس يكونوا محبين لانفسهم محبين للمال ومحبين للزاد وانا محبة الله لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون نقواتها وفي ناس الوقت بيأكد على المجيء التاني والدينونة انا اشهد امام الله رب اسواء المسيح الذي سيديني الاحياء والاموات عند ظهوري وملكوت والاستعداد لها ازاي طبعا بحياة التوبة والمحبة وعدم الانين بالنسبة لعلاقاتنا بالاخرين عشان كده ده بيأكدوا الكاثيليكون فتأنوا انتم ايضا وثبتوا قلوبكم فان مجيء الرب قد اقترب لا يئن بعضكم من بعض يا اخوتي لألا تدان وهذا الدين واقف على الابواب والابراكسيس بيتكلم عن كمال افتقاد الله لشعبه في العهد الجديد سيقال افتقاد الامم والخلاص بالصليب ونوال الخلاص لكل الشعوب كيف يقول تكلم سمعين كيف افتقاد الله الامم اولا اللي اتخذ منهم شعبا على اسمه سأرجع واقيم خيمة داود الساقطة حتى تطلب الرب جميع الناس وبقية الناس وجميع الامم الذي دعي اسمي عليهم ويختم انجيل القداز بكمال العمل الالهي للشفاء والخلاص للمؤمنين وفي نفس الوقت كمال دا ينونة الاشرار فبيقولها انا زي اخرق المسيح للمجد يقولها انا زي اخرق شعاطين واتمم الشفاء اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل دا بالنسبة للشفاء والخلاص لكل الناس اللي بيقبالوا الخلاص لكن اللي رفض الخلاص قال لهم كلام صعب كم مرة اردت ان اجمع بنيكي دا القرشاليم ولليهود واللي رفض الخلاص بس كم مرة اردت ان اجمع بنيكي مثل الطائر في عش تحت جناحين ولم تريدوا هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا فعشان كده النهاردة كمال عمل الملك ونوال الخلاص لكل المؤمنين وفي نفس الوقت دا ينونة الاشرار في الوداس الورغوري صلاة وضع اليد بعد التناول بنصلي جملة جميلة او بنقول وعطينا كمال ان المسيح يرضيك امامك لان ملكوتك نقي ومملوء مجدا ايها المسيح الهنا هذا الذي نرجو ان نناله كلنا قديس جيروم بيقول كما يقال الخاطئ انت تراب ولا تراب تعود هكذا يقال القديس انت سماء والى السماء تعود ليلهنا كل مجد كراما لابد امين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر